السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى ان انت تكون بافضل حال واتم صحة حول ان دعاء لأهلنا في جميع بقاع العالم العربي والاسلامي اللهم احبن دماغهم والهمهم النصر والصبر من عندك يا الله منشستر يونيتد بيفوز على شيفلد يونيتد فمبركة نت معقربة ودي وضعية اليونيتد مؤخرا عادي بس مش بس كده لا كمان البلس بيفوز على المكبيس عشان يصبح اليونيتد في المركز السادس وان انت تلعب في الاوروبا ليك برضو افضل من ان انت تلعب في دور المؤتمرات مع ان الاتنين بيلعبوا بيوم الخميس عادي يعني ولكن مش بس كده ده بوشكاش محفوظ بيضحي في الدور الانجليزي وفيرتون بيتفوق على الليفربول عشان يحرموا من اللقب عشرين ويودع تماما هذا اللقب ليفربول ويبقى في الموسم ده ما عملتش حاجة غير ان انت سعدت الى دور ابطال اوروبا فقط لا غير الله اكبر لا 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 ده انا عملها قبل منك بس امناش دعوة بالمواضيع دي لان اللي شوف فلاوي الناس تهن عليه بلوتو فالله بنا ندوس لايك للفيديو واشتراك في القناة معكم محمود بدران مجنون يونايتد وتعالوا نتكلم عن تفوق منشستر يونايتد على شفل بص حتة اخيرة حتة اخيرة حقولها لك عن مباراة ليفربول اللي جاب الهدف الاول هو برينس ويت اللاعب اللي احنا مهتمين فيه من ايفرتون بص طلام حقق الشروط جاب جون في ليفربول المناعهم من ان هم يحققوا لقب الدوري يا معلم فيبقى على طول ده تمضي معاه على طول وهو طالب من ملعب تديله العقد وتمضي معاه مش مهم بكام مش مهم بالنسبة لنا كجماهير بمية بتمانين مش مهم يا معلم حلال على الولد حتى لو هنجيبه مش هنلعبه ونحطه بروازه ولا نعمله تمثال حتى في المهم يا معلم منشستر نايتد كده وانا بتفرج على البداية بتاعة مباراته وصاد شيفلد قلت ايه ده والله الاداء احلى من مبارات كوفنتري اه احنا بنقدي اداءات سيئة ويعني ما تظلمنيش خلينا ماشيين قبل الهدف بتاع فريق شيفلد ولكن قبل هدف فريق شيفلد قلت ايه ده ده المباراة دي هربانة من الموسم اللي فات الموسم اللي كنا بنضيع فيه كور شفت ان فريق منشستر نايتد منتشر بشكل كويس انا متفهم ان شيفلد هو طريقته ان هو بيلعب دفاعي وبيتراجع الورا وكريس ويلدر لكن في نفس الوقت كنت شايف ان فيه تحرك بدون كورة بالنسبة للعيبة منشستر نايتد بشكل جيد جدا وكان فيه هجمات بالنسبة لفريق منشستر نايتد اكتر من مرة لو استغل اللعيبة هذه الهجمات وما كانش فيه رعونة في الانهاء كنت ممكن تشوف ان المباراة بتقول لك من البداية يمكن الكورة اللي اقول فيها تقلق الحارس على الرغم ان انا عارف يعني ان هو تقلق هي الكورة اللي تلعبت لجرناتشو واللي حطها وقدر ان نشيلها الحارس اللي كانت على يمينه تحس كده ان فريق شيفلد قبل بداية المباراة دور كده في اقرب صيدلية وقال له لو سمحت ما عندكش حبوب نوير نديها للحارس بتاعنا قال له لو والله خلصانوا حبوب نوير فقال له هاتلي تشكيلة فتحس ان انت الحارس اللي بتتفرج عليه كده تشكيلة حراس يعني اعتزلوا من بدري بوعسوا من جديد في ارضية الملعب تشكيلة حراس لا تمسى نزلت على ارضية الملعب لكن في وسط الوقت اللي انا بقول فيه ان المباراة دي هربانا من المسلم اللي فات قلنا انا قال لي لا لا يا راجل دي من المسلم الحالي ولا هربانا من المسلم اللي فات ولا حاجة ده التالي واخد في نفسك قلم كده ويعني شايف المباراة هربانا من المسلم اللي فات لان الراجل يعني الباصة اولا مش لدلوه تماما يعني معرفش انت كنت بتباصل مين اه في ضغط من لعبي شيفلد واستغلوا الكورة لكن الخطأ التاني بالنسبة لي فقلنا انه هو مغطاش الزاوية بتاعته اللي هو دخل على اللاعب وهو فاتح الزاوية القريبة اللي حط فيها هدف اللاعب بكل بساطة استمر الحال على ما هو عليه شيفلد بيبحث عن اخطائك وانت يمكن اهتزيت شوية بعد الهدف ولكن قدر ماجواير ان هو يعود ليك بالمباراة وفعليا كده تحس ان ماجواير يعني مؤخرا بيقدي اداء رجولي اه محدود الامكانيات لا نختلف عن هذا ولكنه بيديك 100% واكتر من 100% من امكانياته تحس ان ماجواير ما بتدربش على الحاجات الهجومية اللي بتدرب عليها المهاجمين لان لو كان بتدرب على الانماط الهجومية وتخلص الكورات داخل منطقة الجزاء ووضعها في الشبكة اعتقد ان الكورة دي كانتطلحها برة وما كانتش هتدخل في المرمى في الشغط الثاني ابتدى ايريك تنهاجي حاول يسيطر اكتر على نص الملعب اولا باخراج ريكسن وان انت يبقى عندك مكتومني اه ده حصل بعد هدف وبعد خطأ سازك بالنسبة للاعب منشسترونيتر فقدان كورة قدام منطقة الجزاء وسهول التوغل لعبي شيفل والعرضية الارضية اللي بتتلعب بدون حسيب ولا رقيب وما فيش اي رقابة داخل ارضية الملعب وهنا تبالك الصغرى من الصغرى الصغرى ايريكسن انا متفهم ان ايريك تنهاج نازل بايريكسن ان هو يكون صانع لعب من الخلف ومع فريق حيكون متراجع لورا وحيديك مساحة ان انت تبني لعب بشكل جيد جدا فانت محتاج ده لكن اعتقد ان الخلل هنا كان ان انت تترك ايريكسن هو اللي بيكون في مركز 6 وهو اللي بيكسر هجمات الخص وده ما كانش قادر يعمله ايريكسن وكان المفترض ان انت تتخلي كوب يمينه يتراجع ويبقى متواجد معه عشان يقدر يتبادل الادوار لما تبقى كورة في مصلحة شيفلد او لما تتقطع مننا فيكون قريب يقدر يلحق ان هو يغطي ورق ايريكسن لكن مفيش الكلام ده وبالتالي لقيت ان الوضعية دي بتحصل ان هجمات الخصم ما بتتكسرش فيه توغل بشكل مريح شوية في عدم تغطية في اماكن معينة خلل ممكن نقول ان احد اسبابه هو ان ايريكسن كان اللي بيقوم بمركز 6 لكن مش هو الراجل اللي تقدر تلومه على قول مباشرة وتقول ان هو ده لا انت ممكن تلوم المدرب قبل منه عادي وممكن تلوم كذا حاجة قبل ما تروح ليريكسن ذات نفسه تتكلم عليه لكن يحسب لك ان انت قدرت تعود في المباراة على الرغم من ان ده بيحصل ان بيتقدم عليك فريق شيفلد من اخطاء ليك من كرات سازجة من ان يكون عندهم توفيق ان هم يسجلوا الكرات اللي جات لهم في الثمنتاشر او الهجمات اللي جات لهم وقدروا يحولوها على المرمى ان هم يسجلوها لكن قدرت ان انت برضو تعود في هذه المباراة وهنا تبص الخلالين اللي كانوا واضحين عند منشاستر نويتين الجناح الايمن انتوني اللي ما كانش فيه احسن حالاته واللي على اقول بدله ايريكسن هاج بقى ماد ياله ايضا ايريكسن اللي راح مدخل مكانه مكتو من ايه عشان يبقى واحد زيادة في منطقة الجزاء وبيزيد في الامام ويرجع كوبي مينو طبعا لا تنسى دور برونو فرناندز احنا بنتكلم كتير عن برونو فرناندز وبنقول ان برونو فرناندز في بعض الاحيان بيكون سهيئ لكن قلتلك قبل كده اكتر من مرة هنا ان برونو فرناندز شر لابد منه انت ما عندكش البديل بتاعه او ما عندكش اللي يخلي رتم برونو فرناندز يعلى ويبقى على طول سابق في المستوى في كل المباريات عشان خايف على مركزه ان حد يلعب مكانه او حد يقعده دكة ويكون ينزل مكانه لكن انت فعليا ما عندكش حد يعمل كل ده فبالتالي انت مجبور على الاداءات المتزبزبة بالنسبة لبرونو فرناندز والنهاردة احد احسن اداءات برونو فرناندز اللي انت بتشوفها بتسجيله الهدفين وكمان صناعته الهدف التالت وهنا نيجي الهدف التاني اللي انت اتعدلت به واللي كان عن طريق ضربة الجزاء طبعا الحكم صفر قبل ما كورة تتحط في المرمى والافضل ان هو ان انت بتدي نفسك حوالي خمس ثواني عشر ثواني قبل ما تصفر على اي فاول او اي كورة خصوصا لما يبقى في منطقة خطر لكن الحكم على قول مباشرة شاف ان في مسك على هاري ماجوير فصفر فبالتالي اي حاجة حصلت بعد الصفارة هي لا تحتسب اه كورة دخلت جون وكان ممكن دا يعوضك لو الحكم مصفرش واثنين اثنين وتمام ونمشي الموضوع ولكن الحكم هنا صفر فبالتالي لازم تلعب ضربة الجزاء اللي قدر يترجمها طبعا برونو فرناندز الى هدف واللي قدر في الهدف التالي برضو ان هو يحط كورة ولا اروع اه خبطت في مدافع ولكنه سددها بشكل جيد جدا مشت الشكل بتاع العصافير اللي بنشوفه دايما من برونو فرناندز بيستارت به عصافير فبالتالي اصبحت ثلاثة اثنين والهدف الرابع ايضا كان تحرك جيد جدا من برونو فرناندز ولعب كورة روعة من دالو في ظهر دفاع فريق شيفل دو نايتد وتحويلها من ناحية التانية لهويلند اللي بيحطها في المرمى عشان يعود للتهديف وممكن تخليه ياخد الثقة في نفسه ويعود تاني واحنا فاكرين ان هويلند لما سجل قبل كده قدر ان هو في ست مقشط متتالية ان هو يسجل ورا بعض فبالتالي ممكن دي تعود له الثقة عشان تقدر ان انت تسجل نتيجة اربعة اثنين وتقتنس ثلاث نقاط قصاد فريق شيفلد الفريق اللي قلتلك قبل المباراة ان هو وفي وفي اللي بيعملوا في نص الموسم خمس مباراة قبل المطش دا يا معلم يسجلوا هدفين على الاقل ويخسروا المباراة والنهاردة برضو نفس الحكاية متعرفش ايه المشكلة بالنسبة لفريق شيفلد يعني انا اقترح بصراحة على الاتحاد الانجليزي يخلي مباراة شيفلد كلها في نص الاسبوع وتقول انت كده عايزهم يتهزموا اقولك لا يمكن يكسروا العقدة فبالتالي تضرب معهم يعني اصلي دول ما سجلوش اهدف غير في نص الاسبوع لو روحت شفت الاهدف اللي سجلوه هتلاقي ان هم سجلوهم في نص الاسبوع ما بيسجلوش في الايام الباية هدف يا اما ما يسجلوش اصلا فبالتالي طالما في نص الاسبوع بتيجي معكم وبتجيبوا هدفين يا معلم يلعبوا كل مرة في نص الاسبوع يمكن الفريق اللي قصدكم ما يقدرش ان هو يسجل فيكو اكتر من هدفين او حتى ما يقدرش ان هو يعادل الهدفين دول مباراة بصراحة كنت شايفها في البداية هي مباراة مبشرة ومباراة قادر فيها الفريق ان هو ينهض بشكل كويس جدا وينتشر بشكل كويس جدا والتحرك بدون كورة جيد لكن تبقى نفس المشاكل ان انت عندك دفاعهاش ان انت بتضرب بأسهل سهولة ان انت حتة البقرة اللي موجودة فيما بين الخطوط دي واللي اي فريق بيعتمد على انه يلعب كورة بينية فيما بين الخطوط بيقدر ان هو يعمل خطورة عليك لازم تنتهي لازم تنتهي لان ما ينفعش الوضع ده ولكن في النهاية هي ثلاث نقاط واحنا ممشيين الموسم مع بعض ومتفقين يعني ان احنا زي ما يحصل يحصل مهم نخلص الموسم عشان نشوف هنقدر نعمل ايه في الموسم القادر في النهاية ده كان كل اللي عندي عن مباراة مانشستر رونيتد وشيفلد والفوز اربعة مقابل اتنين بالنسبة لمانشستر رونيتد الفوز اللي انت لو كنت استغلت فرصك من البداية كنت هتعمله بسكوره من البداية وما كنتش هتحتاج ان انت تبقى على عصابك لوقت كبير من هذه المباراة اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو من تنسانيش من لايك اللي اشتراك في القناة واشايروا الفيديو في كل مكان عشان يصل المحتوى الى اكبر عدد ممكن واشوفكم بقتم حال وقتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته